ايه سلامات يا حلوين اليوم درسنا درس قواهي هناخد superlative adjective superlative adjective اللي هي الصفات العود الفائقة هلأ منش رحكي من حد they mean what do they mean they mean most plus الاكثر الاكثر جمالا او الاكثر جنونا او الاكثر ذكاءا هلأ منش رحكي شو ما عملت عن الصفة short قصير short يعني قصير the shortest الاقصر قصير short the shortest لازم نحط the the ومنضيف the est short ضفنا على the est ولازم نحط قبل منا the الاقصر اللي هي قال التعريف الاقصر معنا تبجيب انا الصفة الادجكتب short بحط قبل الشورت the the وبطيف بنهايته est the shortest crazy مجنون the craziest الاشد جنونا تبجيب نحطينا لازم نكون هون في التاريخ الاشد جنونا the craziest شو عملنا هون الابتنا ال Y ال i محطينا ال est old قديم أو the oldest أو الأقدم أو الأكبر عمر تجيب معنى كقدم أو كعمر فهاني شامي أقوله with most short adjectives one or two syllables اللي هي الكلمة بتكون أصيرة بتتقطع لقطع أو أقطعتين لما بدي هجية short crazy crazy قطعتها لقطعتين old قطع واحد يعني القراءة كيف بهجية بقطع الكلمة فإذا كانت بقدر أقطع لقطعتين أو مشاني تهجاي short واحد one syllable crazy two syllables crazy 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 قطعتها للكلمة قطعتها عشاني قدر إقراها هلأ أزا كانت الكلمة طويلة مثل exciting هايت تقطع على ثلاث قطع exciting مثير شيء مثير ما فيني حط بقى l-est صار صعب ما بقدر بنفضها صار صعبي باللفز شو بعمل بحط the most the most الأكثر the most the most exciting وبترك الادجيكتب مثل ما هو الأكثر إثارة the most exciting لما تكون الصفة الكلمة طويلة أكثر من ثلاث سيلابلز أو أكثر بتيحط the most the most exciting intelligent ذاكي smart intelligent intelligent لاحظو كفتعتك ذاكي intelligent intelligent إذا بدي يقول the most intelligent الأكثر ذاكي Tom is the most intelligent in his classroom مثلا Tom هو أكثر ذكاء بالصف طبعا colorful ملون شغلي ملون بزركة الشيء ملون the most colorful الأكثر تلبية أنا أنا أتأزل كلمة قصيرة دي في est وبحط the أتأزل كلمة طويلة بحط the most الأكثر 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 هلأ هدول القاعدتين بشان الكتابي مثل ما حكينا إذا كان عندي حرف الساكن وبعد منه Y منقلب ال-Y ومنحط ال-est funny funny the funniest الأكثر تسلي funny مسلي ممتع مضحي funny مضحي the funniest الأكثر الأطرف أطرف easy سهل the easiest الأسهل حرف ساكن Y بش ما علم هاي تطبق هالقاعدة بكده الكلمات سواء فعال ولا adjective منقلب Y ل-I ومنحط l-est the easiest الأسهل هلأ في شغلة تانية عم يقولوا إذا كان في عندي حرف صوتي وبعد منه حرف ساكن بعمل لهم double big big صوتي بعض منه حرف ساكن the biggest بعمل double G وبضيف l-est thin نفس الشي إذا حرف صوتي بعض منه حرف ساكن بعمل double لل-n the thinnest الأنحب تمام خناخذ أمثلي نجي لأول مثال I am the funniest person in my family أنا أكتر شخص متحك دمه خفيف يعني person شخص person شخص in my family في عائلتي I am the funniest person in my family أنا الشخص الأكثر تسلي أو الأكثر اتحاقا في عائلتي ما تنسو ذا funny صارت funniest كفنا l-est my father is the shortest person in my family والدي أقصر شخص في عائلتي دائما بأي عائلة بتقولي هالولد أكتر واحد زكي أكتر واحد أكتر واحد funny أكتر واحد طويب أطول واحد بالعائلة باتنستخدم ذا ومنذي ل-est my father is the shortest person in my family أزا بديقول والدي أطول شخص شو بقول my father is the tallest person in my family أطول شخص ب عائلتي English is the hardest subject in school hard صعب the hardest أصعب موضوع مادي English is the hardest subject in school اللغة الإنجليزية هي أصعب مادي في البدرس math is the easiest subject in school الرياضيات هو الأسهل مادي أو موضوع في المدرس هو عادة بالعكس English is the easiest والماث is the hardest هوني عكس بعضا أصعب وأسهل رسيا رسيا is the biggest country country يعني دولي أكبر دولي in the world world العالم رسيا is the oldest person in the family كن هو الأقدق شخص يعني الأكبر عمرا في العائلة بيلي بيلي إلي is the most considerate girl in the class بيلي إلي عفوا إلي واحدة إسمها إلي is the most considerate طبعا هون ما تقدر بتحط ال-est بتحط the most the most considerate الأكثر فتاة مراعة considerate إنسان كتير بتراعي الناس ولطيفة مع الناس considerate أحيانا مثلا بدك تحتي عن شخص مثلا oh she is the most considerate person مثلا إلي is the most considerate girl في الصق الأكثر مراعة أكثر لطفا المثال الثاني my mother is the most responsible person in our family أمي هي الأكثر شخص مسؤولي في عائلتنا the most responsible أكثر واحد بتحمل مسؤولي بتاعلي كل الإمهات بالعائلة هن اللي بتحمل العب البسؤولية الكبرى على أبتعهم my mother is the most responsible person in our family هي الشخص الأكثر بسؤولي في عائلتنا I didn't get a perfect score because I didn't get a perfect score أنا لم أحصل على النتيجة أو العلامة المثالية perfect perfect يعني ما أخذ مية بالمية I didn't get the perfect score because لأنها I didn't know the answer to the most complicated question on the test لأنني لم أعرف I didn't know لم أعرف the answer الجواب to the most complicated question على السؤال الأكثر تعقيدا on the test في الاختبار أو الامتحان تمام معناتا خلينا نكمل قبل ما عامل تلقيس للترس مثل ما حكينا دائما في شيء بيكون شاز ما بتنطبع عليه القاعد شو بعمل أنا هدون بتكون تحفظون ما في مجال أزو بتذكروا قد كنا نقارن قد كنا نقول good better this one is better than the other one أزو بتذكروا قد كنا نقارن هلأ good بتصير the best oh this is the best movie هذا أفضل movie the best oh you are the best بتير واحد بيست oh انتي أحسن واحد you are the best الباد بتصير worst you are the worst مصيبة he is the worst you are worst الأسوأ best الأفضل worst الأسوأ far بعيد farthest farthest راحزوا هوني تغيرنا هالكلمة دفنالة TH وحطينا EST farthest fun most fun مع أنه كلمة صغيرة لازم حط funniest هي بشانة ميزوها from funny أوكي أوكي حليني أرجع funny the funniest fun fun تصير most fun الأكثر الأكثر متعة boring ممل most boring طبعا بدنا نحط that ما تنسوا اللي that كان لازم ممكن اكتبا that the worst the farthest the most boring أكثر شهرة the most famous الأكثر شهرة المريض كمان بنقال worst أمسل wow this is the best movie that I have ever seen this is the best movie هذا أفضل film I have ever seen لقد رأيت بحيات I have ever seen perfect present perfect tense اللي هو بدنا نستخدم التصويف التالت الفعل ما أخذنا لسا إن شاء الله من أخذه بالمستقبل I have ever seen رأيته في حيات Australia is the farthest I've ever traveled Australia هي أبعد مكان أنا ساعت علي I have ever traveled ساعت اختصار لها ساعت من قبل سافرت من قبل سافرت من قبل نجي منضخص الدرس من هون خلص الدرس تبعنا اللي هو الاكثر الاكثر shape منضيف ذا ومنضيف est لا الصفة the shortest the craziest بعض الكلمات الطويلة ما تني طبع القاعدي فبحث the most exciting the most intelligent the most colorful هدول القاعدتين كيف تبتان كتابي اذا عندي حرف ساكن أطاها Y كلمة تنتهي بحرف ساكن Y وبقلي بالY لأي وبضفلة l-est the funniest the easiest كمان في قاعدة تانية أذكر عندي حرف اذا تنتهي الكلمة بحرف صوتي وبعدين حرف ساكن بعمل double للحرف الساكن the biggest the biggest the smallest كمان في عندي الكلمات الشازية اللي ما تنتبع عليها ولا قاعدة هدولة بتكون تحفظوهم أهم كلمتين يمكن هني the best الأفضل the worst الأسوأ the most boring يمكن هاي كمان تستخدم the most fun الأكثر ممل the most fun الأكثر متعب نجي إلى الهمر write the superlative form of the adjective بيليو بدياكم تكتبو الأكثر لا استفاتها happy happy شو بتصير tall tall طويل القامة tall intelligent بكي بكي ساد حزين considerate شخص considerate يعني شخص براعي الآخرين considerate ugly خبيح بشا pretty جميل cheap رخيص cheap رخيص ونحتى بدي أكتب الفوم طبعا بدول كلمات بعد منا بتكون تختاروا الكلمة الصحيحة ها هي A ولا B ولا C واحدة مبنائكم صح والباقي غلط المطلوب منكم تكتبو الكلمة هون that ها لكم أول مثال كشان تطبقوا that the funniest movie I ever seen هادا الفيلم أكتر فيلم متحق I ever seen رأيته في حياتي so funniest funnier or the funniest that's the funniest movie I ever seen هادا أكتر فيلم متحق أو طريف أنا شفته في حياتي فبتكتبو هون the funniest وبعدين بتجعوا بتسمعوا لي الجملة كاملة that's the funniest movie I ever seen ما بدياكن تكتبو هون see لا بدياكن تكتبو the funniest وتسمعوا الجملة الصحيحة that's the funniest movie I ever seen نجي لسؤال التاني english is the easiest ولا easiest ولا the most easy subject مادة أو موضوع for me إلي أنا هو أسهل موضوع إلي and math is والرياضيات the most difficult ولا difficultest ولا the most difficult الأكثر صعوب الإنجليش أكتر مادة سهل إلي والرياضيات أصعب مادة Alaska Alaska we like Alaska is coldest ولا the coldest ولا the most cold place مكان I've ever been to أكتر مكان بارد أنا كنت في بحياتي من أبل I've ever been to كنت في من قبل war and peace war and peace هي الص الحرك والسلام الص مشهور كلاسيكي war and peace is the more long ولا the most long ولا the longest book I've ever read الحرب والسلام أطول الكتاب أنا بحياتي قرأت I ever I've ever read and I have ever read that restaurant has هذا المطعم the badst ولا the worst ولا the worst food I've ever eaten هذا المطعم عنده أسوأ طعم أنا بحياتي أكلت I will never go back there again أنا ما ه أرجع نهائيا عليه لهذا المطار رقم ستي paris is considered considered يمكن هوني كلمة جديدة علي consider يعني يعتبر consider considered تعتبر paris is considered one of romantic ولا more romantic ولا the most romantic cities in the world paris مدينة paris تعتبر considered انها اكتر مدينة رومانسية في العالم واحدة one of the واحدة من المدن الاكتر رومانسية في العالم اوكي فبدي حد شو بتكون تختارو A ولا B ولا C نجي لرقم سبعة the earlier أو the earliest class أو the most early class at the school starts at 7 ام يعني ال class الصف اللي بيكون اكتر واحد early 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 يعني مبكر اكتر class مبكر في المدرسة at the school start يبدأ ساعة at 7 ام يبدأ ساعة سبعة صباح الصف الاكتر بيبدأ بشكل الصبح بكير كتير the most early early يعني المبكر class الاكتر بكار at the school في المدرسة يبدأ الساعة السابعة صباحا خليني اكتب هون ما بدي غير لكم اللي نحنا تعلمنا شو بدي اكتب the expensivest ولا the worst expensive ولا the most expensive flight costs 400 دولار تكليف الرحلي الاكسر غلا هو 400 دولار يا براش جينا is the better ولا the best ولا the most good student in the class جينا هي احسن طالبي في الصبح the world's fastest ولا most fast ولا faster train has a top speed of 581 kilometers per hour train يعني train القطار القطار الأسرع في العالم عنده السرعة القصوى top speed السرعة القصوى هي at 581 kilometers per hour kilometer في الساعة طبعا نحول هذا الرقم للمائل بس هو أسرع في العالم لديه سرعة قصوى من 581 581 kilometer في الساعة لهم دخلص الدرس موفقين سلامة